عصرًا من العزلة والظلام وانعدام الخدمات الأساسية بشكل عام وبدأت الهجرة إلى خارج عمان طلبًا للرزق وحياة أفضل والسؤال هل ستبقى الأوضاع هكذا؟ ومتى سيشرق الفجر الجديد على عمان وأهلها؟ لذا كان الثالث والعشرون من يوليو من عام الفٍ واتسيمائةٍ وسبعين بمثابة العهد الجديد والأمل والنهوض من الأحوال الصعبة التي يعيشها الوطن إلى عهد النور والنهضة الشاملة فكانت المسؤولية التاريخية في البيان الأول لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ايها الشعب سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعاداء لمستقبل أفضل وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب كان وطننا في الماضي ذا شهرةٍ وقوة وإن عملنا باتحادٍ وتعاونٍ فسنعيد ماضينا مرةً أخرى وسيكون لنا المحل المرموق في العالم العربي كانت عمان بالأمس في ظلام ولكن بعون الله غداً سيشرق فجرٌ جديدٌ على عمانا وأهلها موسيقى 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 ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في الثامن عشر من نوفمبر من عام الف وثمائة واربعين في مدينة صلالة بمحافظة ضفار ويعد السلطان الثامن لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آلب سعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في عام الف وسبعمائة وواحد واربعين للميلاد موسيقى تلقى جلالته حفظه الله أولى مراحل تعليمه في عمان وفي سبتمبر من عام الف وثمائة وثمانية وخمسين أرسله والده إلى إنجلترا لإتمام تعليمه في مدرسة خاصة لمدة عامين ثم التحق في عام الف وثمائة وستين بأكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية وتخرج منها بعد سنتين والتحق جلالته ببعض الدورات في فن القيادة والدراسات في نظم الحكم المحلي وشؤون الإدارة ثم قام بعد ذلك بجولة حول العالم لمدة ثلاثة أشهر وفي عام الف وثمائة واربعة وستين عاد جلالته إلى عمان وأقام في مدينة صلالة بجوار والده وكان ينضي معظم وقته في دروس علوم الشريعة الإسلامية والحضارة والتاريخ وبتاريخ الثالث والعشرين من يوليو من عام الف وثمائة وسبعين تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد ليفتح صفحة جديدة من تاريخ عمان الحقيقة فرحة الناس اليوم اللي حكم فيها قابوس فرحة كبيرة ما تقدر بثمائة وآتى إليه الشعب أفواج من نساء ورجاء وصلنا إلى الساحة وعندما وصلنا للساحة حصلنا الاستقبال منه ما بقى شخصاً لما عنقه وسلم عليه وأستقبل الناس وحاياهم بمحاياة طيبة وطيبة وبشرنا بكل الخير وقال لنا إن شاء الله مساجين سيطلعون من كل السجون من نسقط ومن ضفار وبشرنا بالخير وسأكونون مثل الناس وسأقوم بكل الواجبات وإنني هذا واجباتكم وحقكم علق على عاطقي وأوفي فيه بإذن الله وما رج منكم للتعاون والإخاء واخطفي نحو الأنصاعات وبعدين قامت القماهير من كل الفرح ما عدخلوا يتكلم كلام يعني موقف من كثرة الناس ما سسمع الضيج وفرحة كبيرة واستبشرة الناس قال لنا أنا حكمت وإن شاء الله ستجدوني على حسر أملكم وإن شاء الله سأكون لكم حاكماً عادل وصادق معكم نريد أن نتعاون مع بعض البعض ونريد أن نتكاثم مع بعض البعض ونريد خدمتنا وأشياتنا كل وعدين وعدنا بكل خير وبعد وعده هذا وكلامه أنقذنا يعني من الظلمات إلى النور كنا في ظلمات عم عم لا نشوف شيء وعندما جاء قابوس أنقذنا إلى الخير وأرشدنا إلى الخير وهدانا إلى الخير وتعاوننا معه في 23 يوليو المقيد لما قام مولانا حفظه الله بهذه الخطوة القبارة الذي قادها كانت فرحة كبيرة جداً لما سمعوا عن أصوات البشر ليس هناك إذاعة أو تلفزيون لتخبر بهذا الشيء إنما عن طريق ألسنة الناس فهبوا جميعاً لتأكدوا من هذا الحديث أو هذه النهضة هل هي صحيحة أم لا فوقدوا مولانا فوقدوا مولانا حفظه الله يتقدم هذه الجماهي ويهب الشعب عمان كله في المحافظة إلى جانب مولانا حفظه الله تشكلت بعض الشباب في ذلك الوقت خاصة المثقفين في ميدان الجامعة بإصراء الوسطى وعملوا لافتات يحيون فيها المولانا وعليها عبارات 23 يوليو وتقدموا الشيوخ والأعيان والأطفال والنساء متوجهين للقصر للسلطان في الحصن فطلع مولانا حفظه الله وحيى الجماهير وبشرهم بالخير وبشرهم بالإفتاح والعلم والصحة وعلنها ديمقراطية حرة كلنا يعبر عن شانه نحن وصلتنا الأخبار هنا عن طريق صعب السموة سيد شهاب بن فيصل سيد شهاب بن فيصل جاءنا العصر في نفس اليوم عندنا خبر صباح لكن هو جاءنا العصر ساعة ثلاثة ووصل إلى المنطقة عندنا هناك هو حامد الغيلاني واحد كان اسمه حامد الغيلاني مستشار في السفارة البريطانية فجاء عندنا وبلغنا قال نعلمكم على أن تولي صاحب الجلال للسلطان قابوس العلاء الحكم ونصبوا الأعلام ونصبوا الأقواس أول من نصب القوس نحن في مطيرح عملنا بالخشب بالعجدان النخيل الزور هذا شايف كيف عملنا بقدر يعني اسمه هذا والحمد لله كتبنا شعار شعار بتولي صاحب الجلال وقدومه فبقيت على الأمور الحمد لله ما هي وبعدين انتشرت الأخبار في البلاد كتبوا شعارات طبعا بترحيب شعارات ترحيب على أن صاحب الجلال وصل إلى مطار بيت الفلج والناس راحت إلى هناك بشعاراتهم ولافتاتهم فهم كيف انتظاره وصل إلى المحطة وراح إلى مسقط ونزل في بيت اللي هو قرر لفي مسقط هناك فعلى أي حال الناس كانت بعد يوم نهار ثاني بدت تتوافد أكثر وأكثر علشان ينسيروا يلاقوا صاحب الجلال في مسقط وهو فعلا يقوم يعني يهنيهم يهنوه ويهنيهم من البلكونة البيت اللي ساكن فيه على الشارع والناس مليانة متروس مسقط هذه ما تخلي رجلك من العالم والفرحة ما وصلت كانت يعني فرحة لا توصف وتجمع كبير ولافتات وأهزيج وفرحة لا توصف يعني واستكملت المسيرة من بيت الفلج إلى الرجوع إلى مسقط وقصر العالم العامر فهذا الجموع وصلت إلى ساحة الساحة المقابلة لقصر العالم ووصلت طول الطريق الهازيج والناشيد والرزحات وغيرها وكان يوم يعني يوم تاريخي مجيد يعني بالنسبة لنا يعني لحظات 23 يونيو هو ميلاد أمة وميلاد جيل هذه اللحظات أو هذا الفجر الذي أشرق في خضم رحيل عماني وغربة عمانية واسعة وكاد ثالوث التخلف أن يقضي على هذا البلد العربي التاريخي العملاق في كل مفرداته ولكن نهضة 23 يونيو لملمت هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها وأخذت بيد عمان إلى مصاف الأمم وإلى القمة وإلى هامات المجد التي اعتادتها من تاريخها القديم وحتى الآن بعد أيام من تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم انتقل إلى العاصمة مصقف فدلالة هذا الانتقال في فكر جلالة السلطان كان الهدف منه ربط وحدة الأرض مع الإنسان ومع وحدة الدولة وأوجد وحدة الاندماج بين المواطنين في وطن واحد ولعطاء المضمون الحسي والملموس للشيء الذي افتقده الجميع في تلك الفترة وهو وحدة الوطن يوم وصول صاحب الجلالة المشهد يعني مشهد مهيب يعني فكانت المواصلات مثل ما قلنا صعبة بس عند الجيران حد من الجيران كان في لاند روفر وأتذكر الوالد ومجموعة من الجيران اتفقوا على أنه يروحوا مع هذا الرجال في لاند روفر ماله فشاهدته تماما عن قرب جدا وكانت لحظة بالنسبة لي لحظة يعني مهيبة كانت الحياة صعبة في تلك الفترة قبل أن يأتي عصر النهضة المباركة بقياد صاحب الجلالة لا توجد هناك وسائل الحياة كالكهرباء والطرق والمياه والتعليم والصحة لا يوجد شيء من هذا في تلك الفترة فكانت الحياة صعبة بناء المستقبل والخروج من العزلة والاتحاد بين الحكومة والشعب كالجسد الواحد رؤية جلالة السلطان إلى المستقبل فبعد أيام مليئة بالفرح والابتهاج توجه جلالة السلطان المعظم في أولى جولاته في ربوع البلاد هدفه الالتقاء بالمواطنين وشيوخ القبائل فكانت بدايات برلمان عمان المفتوح حيث لقاء القائد والشعب فشكلت هذه الجولات والرؤية الجديدة لمستقبل عمان وحلم جلالة السلطان في رؤية بلده والالتقاء بشعبه بعد سنوات من العزلة وأصبحت هوية الدولة الجديدة سلطنة عمان بدلاً من حكومة مصط وعمان ليعطي جلالة السلطان لمبدأ الوحدة الوطنية والاندماج والولاء للوطن أولاً وأخيراً أهمية كبرى في مسار التنمية كان صاحب الجلالة منذ البداية بفكره الثاقب يدرك أيضاً حجم التركة الثقيلة المتوارثة وكان عاقداً العزم وكان أيضاً حازماً في أن ينقل عمان من كل ما تعانيه من تخلف ومن فقر ومن جهل ومن مرض إلى حياة أكثر تقدماً وأكثر تعليماً وأكثر صحة وأكثر رفاهية فكانت الوعود السامية هي الأمل حقيقةً الذي بدأ به صاحب الجلالة يبشر به أبنائه وشعبه وكانت هذه حقيقةً من أجمل اللحظات التاريخية في تاريخ عمان أن يكون هناك أمل جديد وأمر جلالة السلطان باستحداث علم جديد من ثلاثة ألوان الأبيض والأحمر والأخضر بدلاً من علم السلطنة الأحمر القديم كما أمر جلالته بتغيير مسمى الريال السعيدي إلى الريال العماني وأمر بتشكيل حكومة جديدة قادرة على البدء فوراً في إيجاد حلول سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين ووضع التدابير ذات الأوقت في جميع المجالات والعمل على تطبيقها بأسرع وقت ممكن كما وجه جلالة السلطان نداءً إلى أبناء الوطن في الخارج لكي يعودوا إلى الوطن ويساهموا في عملية التحديث والبناء فعمان لن تنهض إلا بسواعد أبنائها ونقول أن صاحب القلالة أسس كل شيء من الصفر وكان القهد مضاعف والظروف كانت جداً صعبة أنا أذكر حتى المستشفيات كانت عبارة عن إصعافات سريعة جداً وفي أماكن غير مهيئة ولكن هيئت في ظروف يعني في أوقات جداً قصيرة من أجل الناس فعلاً كانوا في حاجة لخدمات يعني المدارس فتحت في القبال في السهل في كل مكان الطرق شقت من أجل إيصال الخدمات هذه إلى كل مكان وكان فعلاً جهود حثيثة ومضاعفة وحقيقة وحيي كل من قام بذلك القهود في تلك الأوقات العصيمة جداً وكانت فعلاً القهود متظافرة فكنا وأذكر أنه في إحدى خطب صاحب القلالة الحمل ثقيل والسواعد قوية قالها هكذا في نداء لكل الجائل العماني أن ترجع عمان وتعمر البلد فإيش اللي حصل اللي حصل أنه يعني أبوي كان من الناس الكثير كثير متحمسين أنه هو يرجع فقال لأن أنا برجع أشوف البلد هل صحيح اللي شوفناه كذا وفعلاً أبوي جاء وجلس كم شهر وبعدين رجع لما رجع رجع لنا بالبشارة وقال فعلاً أنه الحين في تغيير يعني تغيير جذري وفيه انفتاح وفيه سلطان يعني إحنا نتوقع أنه أن البلد راح يكون فيه نقلة نوعية تماماً في كل المجالات يعني وجهزنا للسفار يعني ورجعنا للوطن كل ما وعد به صاحب الجلالة قد تحقق هناك فرق شاشع بين ما يعيشه المواطن في فترة ما قبل النهضة وفترة وعصر النهضة الآن الذي يعيشه كل مواطن وتغيرت الحياة بشكل عام أنا أذكر أن هنا في مدينة الصور بدأنا هنا بمدرسة واحدة بعدما تقدمنا بطلب من تقدم المشايخ بطلب لمدرسة ومستشفى وتوجهنا بهذا الطلب إلى الحكومة الرشيدة وبدأوا جاءنا هنا جارنا وزير التربية وزير المعارف في هذا الوقت سيد فيصل كان وكيل كان وكيل للمعارف في هذه الفترة وبدأنا ويشرفني أن أكون أحد المؤسسين لمدرسة أحمد ماجد أول مدرسة تأسست هنا في صور وبدأنا بعدد بسيط جدا يعني لا توجد مقاعد استأجرنا منزل وبدأنا بمنزل مستأجر ولا توجد طاولات ولا كراسي ولا حتى الصبورات التي هي الألواح هذه عملناها محليا هنا وبدأنا في التدريس والآن الحمد لله وين اللي كانوا اللي درسوا في هذه المدرسة الآن منهم حصل على دكتوراه وماجستير ويواصل دراسات عليا الوطن في فكر جلالة السلطان هو وطن البناء والولاء والإنجاز وليس وطن الشعرات والانتماءات أيًا كان نوعها فكان من أهم المشروعات التي نفذت منذ العام الأول لحكم جلالة السلطان قابوس هو شق طريق مسقط نزوة وتشيد مطار السيب الدولي سابقا وفتح ميناء السلطان قابوس بمطرح ففي السنة الأولى افتتحت خمس عشرة مدرسة جديدة وستة مجتشفيات والعشرات من المراكز الصحية وأخذ يتردد على المدارس الألاف من الطلبة والطالبات فهذه التغييرات والإنجازات منذ تولي جلالة السلطان قابوس كانت بمثابة ميلاد وطن جديد في الحادي عشر من ديسمبر من عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين للميلاد أعلن جلالة السلطان قابوس المعظم أمام مئة ألف شخص احتشدوا في الملعب الرياضي بالوطية في مسقط احتفالا بالنصر أن الحرب قد انتهت وبدأت مرحلة البناء والمستقبل للوطن والمواطنين أيها المواطنون تهنئة طيبة مباركة تبشر بالأمن والإطمئنان بعيد الأضحى المجيد مقرونة بتهنئة متوجة بالكرامة والاعتزاز بعيد النصر المبين فتجلت أهم خصال السلطان في إنسانيته وحكمته في العفو والتسامح والرحمة في من أخطأ في حق الوطن وقال جلالة السلطان عفى الله عما سلم لم ينظر إلى نفسه كزعيم أو كسلطان بل نظر إلى نفسه رب أسرة هذا البلد فلذلك تجد هذا القلب العميق الواسع الكبير الذي أتسع لكل خطايان ولكن العفو تستقيم له الأمور وهذه منهجية قابوس منهجية قابوس إنه مهما المواطن أخطأ لا ينظر لهم كحاكم ولا ينظر لهم كسلطان ولا ينظر لهم على سبيل المثال بأن هذا النظام كذا وهذا النظام كذا لا ينظر لهم إنه هؤلاء أبناء وأخطأ وهو أكبر من هذه الأخطأ لأن فكر الرجل حقيقة فكر سامي والدليل على ذلك حتى البلدان المجاورة وحتى القضايا العالمية المشتعلة تعامل معها صاحب الجلالة بكل عقل وبكل حكمة وبكل تأني وباستقراء مستقبلي جدا لكل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية فوقف صاحب الجلالة دائما مع القضية العادلة سواء كانت داخلية في عمان أم خارجها فوق ذلك كله فوق هذا كله رحمة قابوس وسماحة قابوس هي التي أوجدت هذه الهوية العمانية المتسامحة في العصر الحديث لا يخفى على أحد بأن صاحب الجلالة صاحب فكر وله بعد نظر ومبدأ صاحب الجلالة هو التسامح والعفو والصفح وهذا من منطلق ديننا الحنيف اعتماد مبدأ العفو والتسامح وهذه نظرية سياسية من حقنا نحن أن نقول أن ننسبها لحضر صاحب الجلالة في تطبيقاتها العملية وليس في جانبها كمفردة وكمصطلح هي ممقودة على مستوى في العلاقات الدولية لكن على مستوى التطبيق نحن يحقنا أن نقول أن نطبقناها بطريقة مثالية وخاصة في أحداث عام 1970 التي كانت على بوابتنا الجنوبية وتحديدا أيضا نضرب مثال آخر عام 2005 و1995 هذه الأحداث أعتقد أنها كانت محل اختبار للنظرية أو لمبدأ العفو والتسامح يؤكد جلالة السلطان قابوس بن سعيد في خطاباته على البناء والإنجاز والالتزام في العملية التنموية وحلم جلالة السلطان أن تستعيد عمان مكانتها التاريخية بين الأمم فكان الحلم هو بناء المستقبل والإنسان وإنسانية هذه النهضة المباركة فبدأ مستقبل عمان من هنا من المدارس التي فتحت في مختلف مناطق السلطان ومن المستشفيات والمراكز الصحية التي انتشرت في بقاع الوطن وباتت الخدمات التعليمية والطبية متوفرة لجميع المواطنين ومجانية وتم افتتاح العديد من المجمعات السكنية والمدن الجديدة كمدينة السلطان قابوس وتم الانتقال من مباني الطين والأجيار إلى مباني حديثة وعصرية مزودة بكافة الخدمات فكل مشروع شيد في السنوات الأولى من عمر النهضة المباركة يعد إنجازا كبيرا كمطار السيب الدولي سابقا وميناء السلطان قابوس بمطرح وافتتاح محطتي التلفزيون والإذاعة في مصطق في عام الف وثمائة واربعة وسبعين للميلاد ومستشفى السلطان قابوس بصلالة في عام الف وثمائة واربعة وسبعين ومحطة التلفزيون والإذاعة بصلالة في عام الف وثمائة وخمسة وسبعين وافتتاح العديد من المحطات الكهربائية ومحطة تحلية مياه البحر موسيقى فالطرق المعبدة التي تربط العاصمة بمدن الباطن والداخلية والشرقية غيرت على جناح السع نمط الحياة القائم في تلك الفترة وعملت على تحسين مستوى معيشة المواطنين موسيقى الإعلام كان له دور فاعل في عملية التنمية من خلال توصيل مجموعة من الرسائل أول شيء إشراك المجتمع في عملية البناء التي كانت يقود دفتها ولا يزال حضرت صاحب جلال السلطان قوس المعظم حفظ الله ورعاه هذا من جهة الجهة الثانية كان عنصر داعم وأساسي في زادة اللحمة الوطنية والوحدة السياسية بين فئات المجتمع المختلفة وأيضاً كان له دور تعليمي وتثقيفي خاصة أن في تلك الفترة ينبغي ندرك نسبة التعليم كانت غير متوفرة وغير منتشرة ونسبة الأمية كانت كثير عالية وقلة المدارس مع وجود مجموعة من الناس لم تتحلها فرصة للتحاق بالمدارس النظامية فإذا جئنا للأبعاد الأساسية في عملية التنمية كالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والسياسي البعد الإعلامي كان من الأهمية بمكان منذ تلك الفترة منذ عام 1970 حتى الآن لكي يكون ذا دور فاعل وشريك أساسي في عملية التنمية والبناء حتى هذه العظة كان من المهم جداً من وجهة نظر صاحب الجلالة الله يحفظه على أن المشروع النهض لا بد أن ينبثق من واقع المجتمع العماني لا أن يكون مشروعاً مستورداً والحقيقة أن هذه النظرة كانت نظرة واقعية ونظرة لها ما يبررها أثبتت كفاءتها على مدى أربعة عقود اليوم من المجتمع العماني خطأ خطوات ثابتة راسخة كانت أحد ضمانات نجاح هذا التجربة وهذا المشروع أنه ضويد كان أبسط شئ يفتقن إليه الإنسان قبل عام السبعين هو التعليم ومصادر الرزق التي كانت ربما تكون ضيقة في تلك الفترة فأولها التعليم التعليم كان هو أساس يعني وكان مهم جداً إضافة إلى الرعاية الصحية وهذه الحمد لله وتيحت فكانت فيما تناول جميع المجالات فتحت أمام الكل الكل توجه للمدارس الكل حظية بالرعاية الصحية فهذه التي غيرت مسار الإنسان لأنه كان هدف التنمية هو الإنسان حقيقة عندما نريد أن نتحدث عن إنجازات الأربعين عام يمكن أن نلخصها في التالي عندما يخطط المخاططون أو المنظرون لمسيرة شعبية بمناسبة 23 يوليو أو بمرور أربعين عام كتلك التي خارجت من صلالة محافظ الظفار يخططون على أن تكون قوامها وعددها أربعين ألف ويخرج من محافظ الظفار قرابة المئة ألف يحملون العالم وصور تحاضر الصاحب الجلالة ماذا يعني ذلك عندما تدخل المسجد من مساجد السلطنة شمالها شرقها قنوبها وتشاهد في المسليين يصلون بمختلف مذاهبهم ماذا يعني ذلك عندما يذوب البعد المناطقي وعندما تتوحد النفسيات داخل هذه الجغرافية الوطنية ماذا يعني ذلك هذا هو الإنجاز من وجهة نظر الشخصية إذن نقيهنا أن حضر الصاحب الجلالة تبع سياسة متدرقة متصاعدة حكيمة في تحقيق هدفين استراتيجيين الأول دعم الاستقرار الداخلي هذه نقطة من خلال قاعدة الإنسهار والاندماج بين مختلف شرائح المجتمع هذا هو إنجاز آخر من الإنجازات ممكن نتحدث ثانيا بناء نظام سياسي يستوعب المتغيرات ويحتوي الجغرافية بمكوناتها البشرية أيضا بمختلف هذه المكونات ماذا أنتقت هذه السياسة هذه السؤال المهم أنتقت دولة عصرية محبة للسلم الداخلي والسلام الخارجي وسياستنا الخارجية هي كانت واضحة يعني وضوح الشمس فهي دائما وأبدا أنه نحن نريد أن نصادق كل شعوب العالم وأن تكلنا علاقات مع كل شعوب العالم ولكن هناك أسس يجب أن تكون أولا واضحة لدى من يريد أن يمد يده لنا وهذه معروفة يعني السياسة السطن الخارجية معروفة هي الاحترام المتبادل عدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل من أجل الاستقرار والسلام في العالم وبما معلوم أنت إذا تعمل من أجل استقرار في منطقة أنت سهمت في شك مساهمة لأنه كل منطقة هي جزو من العالم ككل حدد جلالة السلطان قابوس بن سعيد معالم السياسة الداخلية والخارجية منذ عام ألف وتسامئة وسبعين من منطلق المبدأ السياسي وهو التعاون والعلاقات مع الدول الخارجية التعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وهي من المبادئ التي ذكرت في هيئة الأمم المتحدة ويستند جلالة السلطان قابوس بن سعيد إلى قاعدة التفاهم والحوار والتعاون والصداقة استطاعت سلطنة عمان حل جميع قضايا الحدود مع جيرانها بالطرق السلمية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن وهذا يدل على الأفق البعيد لجلالة السلطان وعلى أن سياسة عمان سياسة عملية حيوية وتتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية ما يميز السياسة الخارجية العمانية أنها هي سياسة تتبنى التعاون وليس التخاصم هي سياسة ترمي إلى الاستفادات المتبادلة وليس استغلال وضع معين أو شيء معين وبالتالي هذه السياسة عبر عنها صاحب الجلالة عدد من المرات أننا بالفعل ننتهج سياسة لا نخاصم فيها أحدا نعنى بما نحن فيه نريد الاستفادة للجميع وهذه أيضا من الأمور التي استقرت في المفهوم العالمي الآن فإذا ما ميز سياسة العمانية على مدى هذه السنوات أنها عنيت بالفعل بما يعنيها وركزت على جلب الاستفادة من الخارج بما يصب في التنمية الداخلية وبالتالي يكون هناك هذا الوصل والتوصيل بين عملنا في الخارج وبين بنائنا في الداخل وتعبر وتعبر جائزة السلام التي منحت لجلالة السلطان قابوس بن سعيد في عام 1998 عن التقدير الرفيع لمساهماته الكبيرة والواسعة في الممارسات السياسية المعاصرة ودوره في إحلال السلام والاستقرار في أكثر مناطق العالم اضطرابا وهذه الجائزة صادرة من أكبر مراكز البحوث السياسية والاستراتيجية والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ولسلطنة عمان اليوم علاقات نبلوماسية مع أكثر من 130 دولة عمان هي دائما وأبدا تريد أن كما قلت لها صداقة مع جميع شعوب العالم وانا قلت في وقت من الأوقات أني أريد أنظر إلى خارط العالم ولا أجد بلد لا تربطه صداقة بعمان يعني حقيقة وتبنى جلالة السلطان قابوس ثقافة الحوار والسلام للبشرية جمعا على مستوى المواقف والمبارسات والالتزام ونهضت السلطنة وتبنت هذا الفكرة وهذه الثقافة السياسية المتفردة في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة غدا جلالة السلطان قابوس بعد سنوات من النهضة من أكثر العمانيين اطلاعا وإدراكا بأحوال الوطن والمواطن وتحولت جولاته السنوية مع مرور الوقت إلى منهج وطريقة من طرق العمل السياسي والتشوري وإلى مجلس عم فريد يحطره أبناء الشعب في شكل من أشكال الديمقراطية وبخصوصية عمانية ويسعى جلالة السلطان منذ اللحظات الأولى لتوليه مقالد الحكم إلى أن يتجول ويصل إلى أي فرد من أفراد الشعب يستمع إلى طلباتهم واقتراحتهم يدخلون في حوار وطني مناء هدفه رقي الوطن والمواطن فغدت مناطق وولايات عمان بلمانا مفتوحة وتتويجا لجهود ربع قرن من العمل الباذل والعطاء المثمر فقد أصدرنا كما تعلمون أيها المواطنون الكرام النظام الأساسي للدولة الذي هو خلاصة التجربة الرائدة التي خُضناها خلال الفترة الماضية وقد عرَّفت هذه الوثيقة التاريخية الدولة ونظام الحكم فيها ونظام الحكم فيها وحدَّدت المبادئ الموجَّهة لسياستها في المجالات المختلفة كما بيَّنت الحقوق والواجبات العامة وفصَّلت الأحكام الخاصة لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عمان وأحالت بيان الأحكام في كل منها إلى المراسيم والقوانين التي سوف تصدر في هذا الشأن المسألة الدستورية في بناء الدولة العمانية الحديثة بقانبها الإنساني عندما نتحدث عن فكر حضر الصاحب الجلالة نقد أنه حضر الصاحب الجلالة كمشرع دستوري صاغ النظام الأساسي للدولة الذي هو بمثال بالدستور وفق سياسي وفق فكر سياسي منطقي وعقلاني يستقيم للتحديات الدولة القديدة في مرحلة الثمانينيات والسبعينيات على وقت تحديد وأيضا يستوعب التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع العماني وهنا تأتي أهمية النظام الأساسي للدولة كدستور كونه أنه يمثل نوعية الدولة في العصر الحديث دولة دون دستور هي دولة بولوسية دولة بدستور هي دولة قانون والمؤسسات هنا أنتقلنا إلى هذا المستوى الرفيع من نقل المجتمع العماني من مجتمع قبلي إلى مجتمع دولة المؤسسات والقانون بحيث وقدنا أنه في النظام الأساسي للدولة يعتبر بمثابة مرقعية دستورية يحدد فيه هيكلية الحكم ونوع الحكم والصلاحيات الممنوحة للسلطات وأيضا تم تقنين منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الأساسي للدولة وهنا يطرح تسأل لماذا تم إدراج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الأساسي للدولة هنا تتجلى لنا حقيقة البعد الإنساني في إدراج منظومة حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة وذلك بهدف ضمانة هذه الحقوق حقوق الإنسان ضمانة حقوق الإنسان عندما ندرجها عندما قرر المشرع الدستوري العماني وهو حضر الصاحب الجلالة هنا يمثل حضر الصاحب الجلالة إدراج منظومة حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة الهدف منه استقراءنا لهذه الفكر السياسي هو أن تصبح حقوق الإنسان كنصوص دستورية مثلها مثل نظام الحكوم فمن هنا ألقينا أول كلمة لنا عبرنا من خلالها على عزمنا على العمل من أجل بناء الدولة الحديثة والنهوض بالبلاد في شتى المجالات قدر المستطار ومن ذلك الحين فقد أخذنا بالأسباب لتحقيق ما وعدنا به وإنه لمن موقبات الحمد والشكر لله العلي القدير أن تمكنت عمانه خلال المرحلة المنصرمة من إنجاز الكثير مما تطلعنا إليه نجد أن هناك مجموعة من الرسائل عملية البناء التي تمت خلال الأربعين عاما التي مضت لم تكن عملية سهلة لم تكن عملية مفروشة بالورود والزهور والأريحيات وإنما كان عملية تحققت بجهد كبير جدا على هذا الأساس جاء الخطاب ليقول الآن علينا أن لا نتفاخر بما أنجز ولكن علينا من جهة أن نحافظ وأيضا أن نواصل هذه المسيرة جزء الثاني والذي ربما كانت فيه نوع من المحاولة بأن نكون جديد في هذا الجوء والبقاعة لهذه السياسة اللي هو عدم المساس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بغير وأيضا الرفض في المقابل وهذه رسالة أخرى رفض أن نقبل إملاءات من الغير على المواطن العماني وعلى الشعب العماني ومعنات أننا نريد ما أن نكون متماسكين وأن نقف على هذه الوحدة وأن نستمر عليها وأن نعززها وتكون هي المنهج الذي ربما نستمر عليه الحقيقة أن هذا الخطاب حمل دعوة إلى أجيال عمان الشابة وإلى أجيال عمان المستقبلية في الحفاظ على مكتسبات هذه النهضة الحفاظ على مكتسبات هذه النهضة لا يعني الوقوف عندها فقط يعني الحفاظ على قيم هذه النهضة الحفاظ على منهج هذه النهضة الحفاظ على خطها واتجاهها في النمو الراسخ الثابت المتواصل وفقا لقيم وثوابت النهضة في بناءها الداخلي أو في علاقاتها بالعالم الخارجي كما أكد صاحب الجلالة في هذا الخطاب وخطابات أخرى سابقة بعد مضي أربعين عاما يؤكد جلالة السلطان أن عمان بتوفيق من الله العلي القدير تمكنت من إنجاز الكثير مما تطلع إليه ورسمه جلالة حفظه الله فجاء النطق السامي بمثابة مرحلة فاصلة بين الوعد والوفاء وبين البناء والإنجاز وهي خطوات مدروسة متدرجة تبني الحاضر وتمهد للمستقبل المشرق وتؤكد على أهمية المحافظة على هذه المنجزات وصونها وحمايتها ومواصلة المسيرة للأجيال الحالية واللحقاء وكثيرا ما يبدأ جلالة السلطان قابوس خطابه بهذه التعبير أيها المواطنون شعبنا العزيز شعبي العزيز فهذه الكلمات كانت تشكل الشعور العميق والاعتقاد الراسخ للترابط الإنساني المتبادل بين القائد وشعبه والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب وأن يكون المواطن هو الهدف والوسيلة للنهوض والتقدم والتناغم والتطور والحداثة مع قيم العصر مع المحافظة على التقاليد والعداد وقيمنا الإسلامية فلم يفقد العماني هويته القومية وأصالته الوطنية فجلالة السلطان قابوس بن سعيد جسد شخصية الوطن في الأخلاق وفي احترام العادات والتقاليد والقيم الإسلامية وفي الحوار والسلام للبشرية قيم متأصلة شكلت ملامح مشروع النهضة العمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر